زواج مريم سعيد من غني كويتي وقصتها الكاملة مع حمزة مومبيبي هذه كانت خطوبة مريم سعيد الأولى على خطيبها السابق المغربي كريم لكن هذه الخطوبة لم تكتمل بسبب دنيا بطمة وحساب حمزة مومبيبي لكن مريم عادت وتزوجت من غني كويتي حضنها بعد أن تركها خطيبها المغربي لكن ما هي قصة دنيا ومريم؟ وأكبر أزمة تسبب فيها الحساب الافتراضي حمزة مومبيبي ما حصل الموذيع المغربية مريم سعيد التي ألغي زفافها قبل يومين من الموعد بسبب موجة التشهير التي تعرضت لها على الحساب نفسه فكانت مريم تشارك جمهورها خلال برنامجها إيتيب العربي مراحل تحضيرات زفافها ليأتي هذا الحساب ويقوم بنشر صور جريئة من ماضي مريم سعيد مما أدى إلى إلغاء زفافها وكما أدى إلى خسرتها ووظيفتها في قناة NBC دنيا انتقمت من مريم سعيد بعدما استضافت الأخيرة طاليقة زوجها محمد الترك مونة السابر والدة حالة ترك وعطتها الهواء للتكلم عن مشكلتها فكان الرد عبر حساب حمزة مومبيبي بأن نشرت صورها الفاضحة كما نشرت صور لباسبور مريم سعيد تؤكد فيها أنها كانت تعمل في السعودية كخادمة لأحد الأمراء صور الباسبور هذه دفعت قطيبها السابق كريم لكتابة بوست قال فيه سبب إلغاء الزفاف ليس طبي كما تدعي مريم والدها بصحة جيدة لكن السبب أخلاقي كريم عاد وتزوج مغربية أخرى شبيهة بمريم سعيد ومريم تزوجت من ثري كويتي لتعرضت للأدها وكانت من الناس اللي تأدت بزرق يا مريم سعيد